حدثنا محمد بن أبي عادي عن سليمان يعني ألة تيمية عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال جاء أبو بكر رضي الله عنه بضيف له أو بأضياف له قال فأمس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما أمس قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك منذ الليلة قال أما عشيتهم قالت لا قالت قد عرضت ذاك عليه أو عليهم فأبوا أو فأب قال فغضب أبو بكر وحلف أن لا يطعمه وحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر إن كانت هذه من الشيطان قال فدعبوا الطعام فأكلوا وأكلوا قال فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أصفليها أكثر منها فقال يا أختبني في راس ما هذا قال فقالت قرة عيني عيني إنها الآن لا أكثر منها قبل أن نأكل قال فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها حتى نعارم حدثنا معتمروا بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع هل مع أحد من طعام فإذا مع رجل إن صاع من طعمين أو نحوه فعجنا ثم جاء رجل مشرك مشعن طويل بغنمين يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم هدية قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوق قال ويم الله ما من الثلاثين والمئة إلا قد حز رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها إن كان شهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل وجعلا منها قصعتين قال فأكالنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فجعلناه على البعير أو كما قال حدثنا عارم عفان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عفان في حديثه قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعم اثنين فليذهب بثالث وقال عفان بثلاثة ومن كان عنده طعم أربعة فليذهب بخامس سادس أوي كما قال وأن أبو بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة قال عفان بسادس حدثنا سفيان بن عوينة عن عمر ويعني ابن دينار أخبره عمر بن أوسل الثقافي أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر يا رسول الله فهل لا استزدته قالا قد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفا قال عمر فهل لا استزدته قالا قد استزدته فأعطاني هكذا وفرج عبد الله بن بكر بين يديه وقال عبد الله وبس طباعه وحثى عبد الله وقال هشام وهذا من الله لا يدر ما عدده حثنا يزيد أنبأنا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين وهو شريح والمصران البصرة والكوفة وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يدعو بصاحب الدين يوم القيامة فيقيمه بين يديه فيقول أي عبدي فيما أذهبت مال الناس فيقول أي ربي قد علمت أني لم أفسده إنما ذهب في غرق أو حرق أو سرقة أو وضيعة فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته حان عبد الصمد حدثنا صدقة حدثنا أبو عمران حدثني قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يقاف بين يديه فيقال يا أبنى آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس فيقول يا ربي أنك تعلم أني أخذته فلم أكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ولكن أتى على يديه إما حرق وإما سرق وإما وضيعة فيقول الله عز وجل صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته حسنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك أنبأنا زكريا بن إسحاق عن أبن أبي نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبي بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرحل هذه الناقة ثم أردف أختك فإذا هبطت ما من أكمة التنعيم فأهل وأقبل وذلك ليلة الصدري حدثنا داود بن مهران دباغ حدثنا داود يعني العطار عن أبن خثيمين عن يوسف بن ماهكا عن حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقي عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أردف أختك يعني عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فأمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طاعمين أو نحوه فعجنا ثم جاء رجل مشرك مشعن طويل بغنمين يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أمهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال ويم الله ما من الثلاثين والمئة إلا قد حز رسول الله صلى الله عليه وسلم له حز من سواد بطنها إن كان شهدا أعطاه إياه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل وجعلا منها قصعتين قال فأكالنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملناه على بعير أوي كما قال حثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعم اثنين فليذهب بثالث من كان عنده طعم أربعة فليذهب بخامس بسادس أوي كما قال وأن أبو بكر جاء بثلاثة فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيتي أبي بكر وإن أبو بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأتهما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أو مع الشيتهم قالت أبو حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم قال فذهبت أنا فاختبأت قال يا غنثر أو يا عنطر فجدع وسب وقال كلوا لهنيا وقال والله لا أطعمه أبدا قال وحلف الضيف أن لا يطعمه حتى يطعمه أبو بكر قال فقال أبو بكر هذه من الشيطان قال فدعب الطعام فأكل قال فهم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها قال حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر فقال لمرأتي هي أخطبني في راس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قومين عقد فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون أوي كما قال حثنا عفان حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعم اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعم أربعة فليذهب بخامس بسادس أوي كما قال وأن أبو بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه